هنروح مع حضراتكم دلوقتي لجولة مع لعبين المحترفين في الخارج نشوف الإسبوع ده بالنسبة لهم كان أخباره إيه تقييم عام كده قبل ما ندخل في الأرقام والتفاصيل يبدو أن الموسم لسه ما ابتداش قوي يعني باستثناء يمكن تريزي جي المنور ومصطفى محمد أعتقد أنه حتى صلاح يمكن لسه الموسم بالنسبة له ما دخلتش في أرقام بقى ومنافسات وأحراز أهداف قوي لآخره بس تعالوا نروح لجولة سريعة نشوف أخبار محترفين في الخارج ونبتدي معاكم الجي بي أس الجي بي أس هنبتدي من ليفر بول من إنجلترا والبداية مع مو محمد صلاح ضغوط كبيرة جدا بتعرض لها محمد صلاح ده أنا وأنه نونيس يمكن لسه ما نسجم شرحيل ساديو مانيو خدوا بالكم آه كان فيه منافسة بن ساديو مانيو صلاح لكن كان فيه برضو هارموني وكان فيه نسجام وكان فيه تفاهم كبير بن صلاح ومانيو الغاية لما ده يحصل مع لويس دياز أو جوتا أو نونيز أكيد هتاخد وقت وأكيد هتأثر على محمد صلاح محمد صلاح لعب المطشو ده الأسبوع ده ليفر كول في مواجهة أفرتن داربي الميرسي سايد مباراة انتهت بالتعادل السلبي طبعا وصلاح يمكن ضاع فرصة في الرمق الأخير يعني زي ما بيقولوا من عمر المباركة كفيلة بتحقيق الفوز وثلاث نقاط شارك لمدة تسعين دقيقة كان ليه تلات محاولات على المرمى سبعتاشر تمريرة بنسبة دقة خمسة وستين في المية الكي باسز تلاتة تمريرات مفتاحية الكرات الطولية اتنين بنسبة دقة مية في المية التحامات الأرضية تسعة نجح في تلاتة خسارة الكرة خمسة وشر مرة والمروغات اتنين نجح في واحدة منهم بنسبة نجاح خمسين في المية وحاليا ليفر بول بيترنح في المركز السابع برصيد تسع نقاط والسنة دي عندنا منافسة شرسة أنا بقول لكم اليونيت الداخل الأرسنال داخل الستي أكيد طبعا داخل ومعهم طبعا ليفر بول وتوتنهام مش بعيد تشيلسي بعيد شوية نسيب ليفر بول وغالبا إيه هنسيب انجلتر اللي هنروح لسام مورسي سام مورسي في الليج وان مع إبسويتشتاون والحقيقة يمكن متقلق يعني خليني أقول لكم بداية طبعا هو شارك في سبع مباريات الموسم ده خد أفضل لاعب في أول أسبوع وأحرز هدفين متوسط التصويف في المباراة الوحدة أربع تصويبات متوسط التمريرات ستة واربعين تمريرة أو سبعة واربعين تمريرة بنسبة دقة تلاتة وتمانين في المية متوسط المراوغات أقل من واحد بنسبة نجاح خمسة وسبين في المية متوسط الاتحامات الأرضية أربعة فاصل ستة بنسبة نجاح اتنوستين في المية خسل الكرة في المباراة الوحدة بمعدل 12 مرة وقيمة تسويقية 1.4 مليون يورو وإب سويتش تاون حاليا في صدارة ترتيب الجدول براسيد 17 نقطة من سبع مباريات ويمكن فاكر أنه يمكن كان تواصل معنا في السادسة وعملنا معاه يعني كلمنا معاه في موضوعات كتيرة جدا وكان من ضمنها أنه نفسه وبيأمل أنه يرجع يشارك مع المنتخب المصري نروح لألمانيا ونسيب إنجلترا ونروح لألمانيا وتحديدا عمر مرموش فولفسبورج الألماني عمر مرموش الحقيقة لعب أو شارك في مباراة فولفسبورج مع كولن أو مع كولن يعني هي كولن بالألماني مشاركته كانت لمدة 45 دقيقة محاولاته على المرمى كانت محاولة وحيدة مراوغات أربعة لم ينجح في ولا محاولة لمس الكرة 38 مرة تمرياته 22 نسبة دقتها 77% التحامات الهوائية 5.4 التحامات الأرضية 8.1 خسل الكرة 15 مرة وفولفسبورج يترنح في آخر جدول الترتيب في المركز السبعتاشر مركز قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة موسم صعب لمرموش وموسم شكله أصعب لفولفسبورج فرنسا نونت مصطفى محمد وبداية ولا أروع الحقيقة يمكن يعني بداية لا ترتبط بأي شكل الأشكال بالمردود ولا المستوى اللي أقدمه فيه جلاتة سراي في تركيا مع الاعتبار أنه الدوري الفرنسي من وجهة نظري أقوى بكتير من الدوري التركي لعب الحقيقة في مواجهة باريس سان جرمى باريس سان جرمى الساليدي يا جماعة غير أنا شفت المواجهة مبارح السوليسي نمار مبابي ميسي حاجة فيراتي فيراتي قصة تانية وخلينا نرجع لمصطفى محمد مرة تانية شارك في مواجهة باريس سان جرمى المواجهة دي انتهت بخسارة نونت بنتيجة 3-0 شارك في المواجهة ده 10 دقائق كبادي لمس الكرة 18 مرة ليه 6 تمريرات بنسبة نجاح 86% التحامات الأرضية 8 نجح في 50% منها والتحامات هواقية 2 ما نجحش في ولا واحدة وخس الكرة 6 مرات وبشكل عام مع نونت في بداية الموسم ليه هدفين وليه صناعة هدف ونونت حالياً في المركز 13 براسيط 6 نقاط لو استمر مصطفى محمد على نفس المستوى وحافظ على تركيز وحافظ على مستوى وقدر يتطور مع نونت أعتقد يقدر يروح لنادي أكبر بكتير مش بس في الدورة الفرنسية فأي دورة تاني في أوروبا تريزي جي الأفضل من وجهة نظري في محترفين المصريين في الخارج حقيقة بدايته مع ترابازون سبور بداية جيدة جدا لعب المباراة المباراة الأخيرة مع عمراني سبور وسجل فيها شارك لمدة 90 دقيقة وسجل هدف من أعتقد 3 أهداف انتهت بهم المباراة لصالح ترابازون سبور لمس الكرة 53 مرة ليه 35 باس أو 35 تمريرة بنسبة نجاح ودقة 89% الكي باس عنده 2 العرضيات 6 50% هي نسبة الدقة بنسبة الكرات العرضية وبنسبة للكرات الطولية 4 برضو 50% من أشن على 50 هو نسبة نجاح في الكرات الطولية ليه 4 تصويبات على المرمى في المباراة الأخيرة خسر الكرة 10 مرات وفرقته حاليا بتحتل المركز التامن برصيد 10 نقاط ولم تأتي بعد لكن خلينا نفتكن الفريد ده هو بطل الدوري التركي في النسخة الأخيرة نروح للسعودية وتحديدا مدينة جدة واتحاد جدة اللي بيضم 2 من نجوم مصر طارق حامد المنتقل حديثا طارق يمكن شارك فيه مباراة تحاد جدة الأخيرة في مواجهة الاتفاق لمدة 90 دقيقة لمس الكرة 72 مرة 65 تمريرة هي عدد تمريرات بنسبة دقة 89 في المية الكرات الطولية ستة أو تمانية نجح في ستة منهم والالتحامات الأرضية أربعة نجح في تلاتة منهم الالتحامات الهوائية اتنين نجح فيهم بنسبة 100 في المية ودي حاجة جديدة على طارق حامد خسارة الكرة عشر مرات هنفضل في السعودية وفي التحاد جدة لأنه عندنا نجم مصري الحياة متقلق لأكتر من موسم واحد من أهم نجوم بتهيئة لي تحاد جدة في السنوات الأخيرة أحمد حجازي المدافع الدولي المصري شارك برضو لمدة 90 دقيقة في آخر مباراة قدر ينقذ أو لي يعني محاولات إنقاذ نجحة تلاتة مرات التحامات الأرضية أربعة نجح في 50 في المية التحامات الهوائية خمسة أو ستة نجح في خمسة بينهم خسارة الكرة قسر الكرة ستة مرات التمريرات 54 تمريرة بنسبة دقة 89 في المية وأحمد حجازي الحقيقة من المدافعين المصريين اللي تقدر تبني عليهم بشكل كبير جدا أو تعتمد عليهم بشكل كبير جدا في بونا الهجمات لأنه أنا بشوفه واحد من المدافعين اللعيب كور عنده كور الكرات الطولية عشر كرات طولية نجح في سبعة منهم والمروغات واحدة نجح بنسبة 100% واتحاد جدا حالياً في المركز السادس برصيد أربع نقاط